السلام عليكم البنات قديرين لابس عليكم كنت منها إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة مرحبا بكم في قناتي وصفات الجمال ومرحبا بكم في وصفة جديدة إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا قناتي ومحتوى اللي نقدم لا تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس لكي يوصلكم لجديد ديالي إن شاء الله ستشارك معكم وصفة روعة للشعر بمكونات رائعة والمكون الرئيسي هو زيت الضراء أو زيت المائدة هذه الوصفة تعمل على ترتيب الشعر ككيراتية طبيعية للشعر كذلك تحفز النمو الشعر ودعبا نخليكم على المكونات على بركة الله نبدأ في تحضير وصفة اليوم المكون الرئيسي في هذه الوصفة هو زيت الضراء أو زيت المائدة رائعة للشعر عنده بثاف ديالفوائد كما تعرفون زيت الضراء تحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة للشعر بالنسبة للمكونات الثاني في هذه الوصفة هو الشوفان وبين الخرطان وبين فلقون ضوان حتى يساعد في تطويله ثم نبدأ في تحضير الوصفة وضع الكسر نقوم بتحضير المعالقة مع الشوفان التي تحببها الغلاط نسبة الكيمياء لحسب طول الكثفة من بين فوائز يقلل المتساقط الشعر يجعل الزبع تكون غليدة مشرقيقة يجعل الزبع والزنك والبيتامين بي والبروتين الذي يحفظ نمو الشعر نضيف نماء و نضيف نماء و نضيف نماء و نضيف نماء والشوفان يجعله تجعلها وتفقد يجعله و يجعله يجعله حتى يجعله نقوم بتحضير تجعله أوبد يجعله الخلط الكعرفائي خلط الكاربائي ندير الشوفان من بعد مدفو نحصل على خليط كريمي نحصل على خليط كريمي نحصل على خليط كريم من المثل المثال نضغط من درستة اشتركوا في القناة نضيف بيضة بلدية جيدة في الشعر نضيف بيضة بلدية نضيف بيضة بلدية جيدة في الشعر نضيف بيضة بلدية جيدة نضيف بلدية جيدة نضيف بلدية جيدة بلدية جيدة للمواد الضارة شكرا على التفاعل مع اخير فيديو نضيف بلدية جيدة والبنات ثم مقسيت البيض نضيف باقي المكونات نضيف بعض القطرات الخليات لتفاح لتعلم بلدية جيدة نضيف العصيل الحر يضيف الماء والترطيب للشعر يضيف الماء والترطيب للشعر يضيف الماء والساف في النسبة للعصيل الاختياري لا يمكن استعمال الخبرة لما يمكنك خلط توفاء نمخسك جميع المكوينات مزيان نضيف خليط البيض على الشوفن نضيف خليط البيض على الشوفن نضيف شوية بشوية نضيف خليط البيض على الشوفن نضيف خليط البيض على الشوفن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومعادنا إن شاء الله في الوصفات الشهين بإذن الله في أمان الله بسلام عليكم